كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة حل الميليشيات المسلحة في ليبيا من أجل بدء مرحلة جديدة من السلام والاستقرار وأضاف الرئيس السيسي أنه ونظره التركي استعرضا خلال جلسة المباحثات الأزمة السورية والأوضاع بالقرن الأفريقي وخصوصا بالصومال إلى جانب الأزمات بمنطقة الشرق المتوسط كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبزولها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي وبحثنا أيضا باستفادة الأوضاع في القرن الأفريقي وخاصة بالصومال حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه وأكد تطلعنا كذلك الاستمرار التهديئة الحالية في منطقة شرق المتوسط والبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعا التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة أجمع